السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدسكم عدل محمود يحييكم وننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة لقاء الأشقاء بين النادي الأهلي ونجوم الدولي السعودي بمناسبة اعتزال اللاعب الدولي الخلوق فؤاد أنور نجم الشباب السعودي والمنتخب السعودي والمباراة ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة بقناة الأهلي والتي تقام مباراتها بإستاذ الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض فنتمنى أن نستمتع معنا بمباراة مصيرة ممتعة إن شاء الله هذه طبعا سعادة توركي بن الشيخ وكابتن كابتن محمود الخطيب نجمنا ورئيس النادي الأهلي ونجوم الكرة السعودية وأيضا حكامنا ولعبي النادي الأهلي بمثل النهاردة حقول لحضراتكم كده سريعا هذه فؤاد أنور نجم الكرة السعودية وعلى فكرة أحرز هدف جميل في كأس العالم وهنبقى نحكي ونتحاكي عليه إن شاء الله مع نجمنا أيضا كابتن محمود الخطيب المتواجد في أرضية الملعب مع توركي قال الشيخ في لقاء الأشقاء علي الحبس الإحراس المرمى رقم 22 خط الدار ملي ملي الشمال حسن معاز رقم 13 سعود دا كاريري رقم 36 عمر هساوي رقم 4 ناحية الشمال فصل الخرع رقم 31 قلبية قط الوسط أحمد عطيف لاعب الشباب رقم 11 إبراهيم غالب رقم 14 نجم نادي النصر وتوركي العمار رقم 71 وفؤاد أنور نجم الشباب وعريس النهاردة ومحمد الشلهوب نجم الهلال رقم 10 وأمامهم ياسر القحطاني رقم 20 نجم الهلال لقاء هام جدا وبينتظروا الملايين في طبعا لقاء الأشقاء هقول حضرتكم تشكيل أيضا النادي الأهل بمسئله حراسة المارمى شريف إكرامي لحراسة المارمى خط الدار ملي ملي الشمال باسم علي محمد عبد الماني محمد نجيب صبر رحيل وقصة الملعب ميدو جابر وشام محمد وأكرم توفي وكريم ندفد ووليد أزارو هننتظر طبعا وصول أسماء الحكام أدي فؤاد أنور معك نجمنا كابتل محمود الخطيب ومع سعادة تورك أهل الشيخ ومحمد نور نجم المنتخب السعودي أيضا ونجم التحاد جدا السعودي أيضا أنا شايف يوسف سنان نجم القرى السعودية والهلال السعودي الأهل يتصدر الدور المصر برصيد 51 نقطة والتاني الإسماعيلي برصيد 42 نقطة ولا مباراة مؤجلة النادي الأهلي الشباب السعودي بيتصدر المركز السادس برصيد 25 نقطة هو ده النادي اللي بينتمي ليه فؤاد أنور الأول